كما عودناكم نلتقي مع الشاعر الساسي من حرزالله في قصيدة جديدة بعنوان هذه مهدت إلى عرش ولادي من الأخوة المعاركة على الوئيسال ورحمة أذكرها في التاريخ 1853 على 12 أكتوب يا منك سوال عن عرش الأبطال سلع لهم ناصرهم عودالة أهل الطيرة والنيفية ذوك الرجال فيهم القيطان والإرحالة وشرفة الأحرار ما فيهم ذلال سيدي نايل جاب هذا الرجالة ياسر من خسلاك وذكرها مجزال ونحي تراث في ذي المقالة سجل يا تاريخ وكتب ذي المقال بصدق وآمان في ذي المسألة ذي المجرم الذي يبجي شو عنها صال لا رحمة في قلوب هذه الجهالة ما نعقوا شو أولادنا ذي الشي محال قيلونا والله كشيان الحالة يا من دخل توسوقنا خاب الدلال قالي فيه البيع سمو يتعالة ذي المعركة ذاتة بشهد عدال أقلب الأجيال هذي الرسالة يا معتها هنهار في سطح الويصال خرجونه لبطال في الحرب البالة رهنهار مشهوم عليكم يكحال بارود وشمال نار وشعالة نعطوكم ناصيبكم وفر المكيال والصاعب صعيم في دي الكيالة فيه الظرب كبير والوقت يطوال ونصفي حسابيا للحسالة اتعاهدنا على موت كمرها حلال ونرمي كمراميل وسحف المزبالة نرسيبكم مثل ممرسي في لوحان نعجنكم عجين ناس ووكالة الحطاب اللي يظهر في ذرقيتال ومعاهل صياغة من الرجالة رعد منه زي الساف الحال ويذبال خايز منه كيط طفل الهجالة اتلف عقله عادوا فيه التقبال حرقوله لعصاب دمه ويدخالة طلب النجدة ذلمج المساف الأهوال ذاق المرمن نود معوسيالة أرماها بغربة كافية قطعة لوصال ابن البيلين يابو قتالة خلاها تاريخ لكل الأجيال تفقد بهم ناس وكل أمالة من أرض الويصال كاللانتقال في جبل بوحين من المطلالة بالصلاة عن النبي تم المقال مول النور اللي يظهر في جلالة والسلام عليكم